وانا بتكلم على حزمة الاخبار المرتبطة بمصر بقول لكم انه النهاردة وزير خارجية بيواصل لقاءاته في عاصمة السياسة العالمية نيويورك مدينة نيويورك اللي بينعقد فيها القمة 78 للجميع العامة الامم المتحدة التقى الحقيقة سيد سامح شكري مجموعة من اللقاءات يعني خليني استعرض مع حلاتك سريعا التقى مع وزراء وزيراء خارجية اليونان وقبرص وقالية التعاون الثلاثي اللي دايما بيتلقى رعاية من زعماء البلدان الثلاثة سيد سامح شكري التقى مع وزير خارجية قبرص ووزير خارجية اليونان في انعقاد لقالية التعاون الثلاثية في نيويورك وطبعا العلاقة بيننا وبين قبرص وليونان فيما خص منتدى غاز المتوسط وشرق المتوسط اعتقد زي ما حداكم شايفين يعني اهو دي الالية الثلاثية والعلاقة بين مصر وقبرص وليونان اعتقد ان هي بتعمق على مدار الوقت ايضا التقى سيد سامح شكري مع نظيره الايطالي واكدوا على العمل معا من اجل الحفاظ على الوتيرة المتنامية للتعاون الثلاثي والتنصيق في مواجهة الازمات يبقى من مصر مع اليونان في يعني شمال المتوسط مصر مع ابروس مصر مع ايطاليا يعني لقاء سامح شكري مع اهو مع وزير خارجية ايطاليا والعلاقات المتنامية بين مصر وايطاليا اعتقد ايضا يعني شيء ملحوظ ثم التقى مع سيد جوزيب بوريل الممثل الاعلى للسياسة الخارجية والامنية للاتحاد اوروبي يعني وزير خارجية الاتحاد اوروبي التقى سيد سامح شكري وتكلم على وترقصوا الاجتماع الوزاري الثالث عشر للمنتدى العالمي لمكافحة الارهاب في نيويورك طبعا لقات بين مصر والاتحاد اوروبي لقات يعني مرتبطة بملفات زي الهجرة غير الشرعية ومكافحة الارهاب والتنمية المستدامة ويعني امن المتوسط وشرق المتوسط ده لقاء سيد سامح شكري مع سيد جوزيب بوريل الممثل الاعلى للسياسة الخارجية الاوروبية وايضا التقى مع الرئيس المفاوضية الاوروبية ده كان يوم الخميس الماضي وسيد يوهانسن اللي هو سيدة يوهانسن اللي هي رئيس المفاوضية الاوروبية ثم التقى سيد سامح شكري مع سكرتير عام حلف النيتو حلف شمال الاطلانطي النيتو على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة واعتقد أنه سيد سكرتير عام حلف النيتو يعني لقاءه مع سيد سامح شكري بيعكس العلاقة الوطيدة والعلاقة اللي فيها تفاهم بين مصر وبين حلف النيتو اللي هو حلف شمال الاطلانطي أيضاً التقت سيد سامح شكري مع وزير خارجية إسرائيل وبرضو الالاقات بين الجانبين وأيضاً محاولة حالة الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية وطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضرورة التهدئة الشاملة وصولاً إلى السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط ثم التقت سيد سامح شكري مع ممثلي المنظمات اليهودية الأمريكية وطبعاً هو لما يقابل وزير خارجية إسرائيل ويقابل ممثلي منظمات اليهودية الأمريكية ويقابل رئيس المفاوضات الأوروبية ويقابل يعني كل هذه اللقاءات يا جماعة ويتقابل أيضاً مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ويتقابل مع رئيس مع وزير خارجية روسيا سيد سيرجيلا باروف ويتقابل مع ده كان اللقاء اللي كان مفاجئة يعني لقاءه مع وزير خارجية إيران حيث اللي هو حسين أمير عبداللهيان وكان اللقاء يعني الكلمة على علاقات ثنائية بين مصر وإيران ده كان جديد الحقيقة يعني لقاء وزيراء الخارجية ده يعني ده خبر يعني كل اللقاءات اللي فاتت بتحصل على طول ومتابعة لكن لقاء وزير خارجيتنا سيد سامع شكري مع وزير خارجية إيران زي ما صرح السفر أحمد أبوزيد المتحدث الرسم باسم الخارجية وقال إنه يوم الأربع اللي فات التقى السيد سامع شكري مع السيد حسين أمير عبداللهيان وزير خارجية إيران تناول اللقاء قضية العلاقات الثنائية بين البلدين واستكشاف المحددات والضوابط التي تحكمها وبما يؤدي لتطورها على النحو الذي يحقق مصالح الشعبين المصري والإيراني تأسيسا على مبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار ومن جانبها أكد وزير خارجية إيران على تطلع بلاده لتطوير علاقتها مع مصر واستعادتها إلى مصارها الطبيعي الذي يتسق مع الميراث التاريخي والحضاري للدولتين مؤكدا على أن هذا اللقاء يمثل خطوة هامة على مصار تطبيع العلاقات بين القاهرة وبين تهران المتحدث باسم الخارجية أضاف بأن اللقاء تطرق لاستعراض عرض من القضاء الإقليمية حيث أكد الجانبان التطلع نحو الإسهام في تحقيق الاستقرار تعزيز الأمن في محيط خيمة الإقليمي وقد أكد الوزير سامح شكري في هذا الإطار على أن تشابك وتعقل أزمات المنطقة بات يلقي بضلال خطيرة على حالة الاستقرار والأوضاع المعاشية لجميع شعوبها دون استثناء والأمر الذي يقتضي تعاون جميع دول الإقليم من أجل دعم الاستقرار وتحقيق السلام والقضاء على بؤر التوتر وفي نهاية اللقاء اتفق الوزيران على استمرار التواصل بينهما لمتابعة الحوار حول مختلف الموضوعات التي تهم البلدين على المستوى الثنائي والإقليم والدولي يبقى اللقاء المهم قدام حضراتك وهو اللقاء اللي بيجمع بين السيد سامح شكري وبين وزير خارجية إيران عبداللهيان ده لقاء نادر نادر وله ما بعده أيضا وبيحكي استوجه السياسة الخارجية المصرية إيه هو؟ إحنا لا عدوة مع أحد ليس لنا عدوات مع أحد إحنا ناس بتوح سلام إحنا ناس رسل سلام مصر دولة بتؤمن بالسلام وتقافة السلام وإحنا السياسة الخارجية هي سياسة التعاون لمصلحة الجميع وتصفير المشكلات وكل المشاكل حلولها دائما ليست تحت أصوات المدافع والبنادق وإنما أصوات العقل والحكمة مصر دايما تبحث عن صوت العقل وصوت الحكمة اللي بتحميها القوة مع كل الدول ما فيش عندي مشكلة بيني وبين تركيا السيد سامح شكرا هو داخل الاجتماع قابل لوزير خارجية تركيا اللي هو عندها كساراتها تالي وكان أهو قدام حضراتك أهو أدي أدي أكان فيدان وزير خارجية تركيا كان مدير المخابرات واللقاء مع السيد سامح شكرا ومداخلين الاتنين أهو يعني سلام ودود بيعكس حالة أهو بيعكس حالة ود حقيقي وبتعكس الجماعة الدبلوماسيين يا جماعة يعني السلام والود والنظرات والابتسامات اللي دام حضراتكو دي وهذه الأحضان الدبلوماسية دي مما ثابت انعكاس لحالة التطور في العلاقة بين مصر وتركيا واللقاء اللي تم مع إيران يعني أنا الحقيقة عندي لقاءات بين أهو قدام حضراتكم ده مع إيران ولقاءه مع وزير خارجية ده مع تركيا ولقاءه مع وزير خارجية إيران ولقاءه مع وزير خارجية إسرائيل لقاءه مع وزير خارجية روسيا لقاءه مع وزير خارجية أمريكا لما راح أول ما راح لقاءه مع الاتحاد الأوروبي لقاءه مع حلف الناتو لقاءه مع كل الدول أعتقد ده بيعكس حدود السياسة الخرجية المصرية ومبادئها لأن احنا عندنا خطوط بتحكم خطوط حاكمة للدبلوماسية المصرية بقول تاني ايدي ايد مصر تصل إلى أي مكان فيه مصطحة مصر ومصطحة الأمن القوم المصري على أساس احترام متبادل عدم التدخل في شؤون داخلية للدول عدم الاعتراف بالدولة غير وطنية عدم الاعتراف بأي ميليشيات عدم القبول بالتدخل في أي شأن داخلي والتعاون المشترك التنمية المستدامة لمصطحة شعوب عدم الايمان ابدا لا نؤمن بان الحروب والنزاعات والصراعات بتحل المشاكل وانما ما يحل المشاكل وفقا للنظرية السياسية المصرية هي العقل والحكمة ومائدة المفاوضات العقل والحكمة ومائدة المفاوضات طبعا دلوقتي يعني كل دي لقاءات قبل الكناردة سيد سامح شكري بلقوا كلمة مصر دلوقتي اعتقد فيه امام الجماعة العامة للامم المتحدة وهننقل لحضراتكم يعني مختطفات او خلاصة هذه الكلمة بعد ان انتهي منها سيد سامح شكري وزير الخارجي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة